السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتداء اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الاول تطور وسائل النقل وتأثير في المجتمع من الوحدة الثالثة وسائل النقل والاتصال في بلدنا من منهج الدراسات الاجتماعية الجديد للصف الرابع لابتداء الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب ما مراحل تطور وسائل النقل في مصر عبر الزمن يبقى نشرح تطور وسائل النقل في مصر عبر الزمن نظمت ادارة المدرسة رحلة لتلاميذها الى متحف هيئة السكك الحديدية في القاهرة المتحف ده انشئ عام 1932 ميلاد وخلال الرحلة قابلت تلاميذ المهندس المسؤول عن المتحف ليشرح لهم تاريخ النقل في مصر قال المهندس ان وسائل النقل تغيرت عبر الزمن اول حاجة عندينا النقل البري قديما كان في حاجة اسمها الدواب وكان في العربة الدواب استخدم المصريون القدماء الدواب في التنقل وحمل الأشياء يبقى المصريون القدماء استخدموا الدواب في التنقل وحمل الأشياء ايه هي الدواب دي؟ قال لك مثل الحصان والحمار والجمل يبقى الدواب مثل الحصان والحمار والجمل زي ما احنا شايفين في الصورة طب بعد كده عندنا العربة العربة الحربية التي يجرها الحصان دخلت إلى مصر مع غزو الهكسوس لها إبقى العربة الحربية اللي بيجرها الحصان زي ما حايفينها في الصورة دخلت مصر ميتة قلت مع غزو الهكسوس لها ثم استخدمت العربة في أغراض عديدة إبقى العربة استخدمت في أغراض عديدة مثل الصفر والصيد استخدمت العربة في أغراض عديدة مثل الصفر والصيد حديثا فيه عندنا السيكة الحديدية وفيه السيارات أول حاجة السيكة الحديدية السيكة الحديدية المصرية أول خطوط السيكة الحديدية في إفريقيا وشرق الأوسط يبقى السيكة الحديدية المصرية كانت أول خطوط السيكة الحديدية في إفريقيا وشرق الأوسط والثانية عالميا بعد المملكة المتحدة يبقى السيكة الحديدية المصرية أول خطوط السكة الحديدية في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية عالميا بعد المملكة المتحدة وقد تم مد أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية عام 1856 إذا تم مد أول خط سكة حديد ميتة عام 1856 ميلادي بين القاهرة والإسكندرية ثم امتدت خطوط السكة الحديدية بعد ذلك عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها يبقى امتدت خطوط السكة الحديدية بعد ذلك عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لنقل الركاب والبضاعة ومن شرقها إلى غربها لنقل الركاب والبضاعة بعد ذلك عندنا السيارات فقد دخلت السيارات إلى مصر عام 1890 في عهد الخديق وتوفيق يبقى السيارات دخلت مصر عام 1890 في عهد الخديق وكانت تعمل باستخدام طاقة البخار كانت تعمل باستخدام طاقة البخار وذلك بعد الصورة الصماعية التي نتج عنها اختراع المكينات يبقى كانت تعمل بالبخار بعد الصورة الصماعية التي نتج عنها اختراع المكينات وقد تطورت صماعة السيارات عبر الزمن وده صورة للسيارات قديما صورة للسيارات قديما ثانيا النقل المائي قديما أول حالة كان فيه حاجة اسمه النقل النهري النقل النهري عندما استقرر المصريون القدماء بجانب دفاف نهر النيل وعرفوا حرفة الزراع استخدموا القوارب كوسلة نقل نهري لنقل الأفراد والبضائع استخدموا القوارب كوسلة نقل نهري لنقل الأفراد والبضائع وقد صنع أول قارب منذ نحو 4000 عام قبل الميلاد وكانت في البداية عبارة عن مجموعة من جزوع الأشجار يتم ربطها بالأعشاب المتينة مثل البرد وكانوا يستخدمون أقدمهم أو أيديهم لتحريك القوارب صنعوا بها مقاعد وستخدموا قطعا من الخشب للتجديف انتقل استخدام القوارب من القنوات والأنهار إلى البحار حيث استخدمت في التجارة بين مصر والدول الأخرى بعد كده نشوف النقل البحري استخدموا القوارب والسفن وكانت هذه السفن تستخدم في نقل الركاب والاحتفالات والتجارة إبا كانت السفن تستخدم في نقل الركاب وكانت تستخدم في الاحتفالات وكانت تستخدم في التجارة أمثلة على الرحلات التجارية رحلات الملك سنفرو إلى بلاد فنيقيا لجلب أخشاب الأرز ورحلات الملك حد شبسوت إلى بلاد بونت لجلب البخور والأخشاب وغيرها من منتجات هذه البلاد ومن أشهر المراكب في مصر القديمة مركب خوفو الذي عصر عليه في عام 1954 في الجهة الجنوبية لهرام خوفو يبقى من أشهر المراكب في مصر القديمة مركب خوفو عصر عليه في عام 1954 في الجهة الجنوبية لهرام خوفو هو أقدم أصل مصموع من خشف في التاريخ الإنساني أقدم أصل مصموع من خشف في التاريخ الإنساني تم نقله إلى المتحف المصري الكبير باستخدام تكنولوجيا متقدمة للحفاظ على قيمة الأسرية المركب خوفو تم نقله الى المتحف المصري الكبير باستخدام تكنولوجيا متقدمة للحفاظ على قيمة الاسرية بعد كده عندنا حديثا تطورت وسائل النقل المائي لتشمل البواخر وناقلات النفط والغواصات وغيرها ثالثا النقل الجوي قديما حاول الانسان ان ينتقل عبر الجو وقد كانت هناك بعض المحاولات للطيران مثلا محاولة مين محاولة عباس بن فرناس الذي استخدم جناحين للطيران كمحاكاة لحركة الطيور يبقى عباس بن فرناس استخدم جناحين للطيران كمحاكاة لمين لحركة الطيور رقم اثنين يقول لك نجح الاخوان رايت في الطيران الحقيقي عام 1903 يبقى الاخوان رايت نجحوا في الطيران الحقيقي عام 1903 وتطورت بعد ذلك اشكال الطائرات تطورت بعد ذلك اشكال الطائرات في هنا حديثا تأسست في مصر شركة مصر الطيران في عام 1932 ميلادي تأسست في مصر شركة مصر الطيران في عام 1932 ميلادي وهي احدى مؤسسات بنك مصر وتعدى اول شركة طيران تشغل خطوطا جوية في الشرق الاوسط والسابعة على مستوى العالم إذا شركة مصر الطيران تعدى اول شركة طيران تشغل خطوطا جوية في الشرق الاوسط والسابعة على مستوى العالم ما دور العلم في تطور وسائل النقل بفضل العلم تطورت وسائل النقل وظهرت اكتشافات حديثة وظهرت اكتشافات حديثة سهلت عمية الصفر والتنقل توجد العديد من التطبيقات التي تساعد على الانتقال من المنطقة إلى أخرى مثل تطبيق خرائط جوجل ما وسائل المواصلات الصديقة للبيئة ما وسائل المواصلات الصديقة للبيئة تعد الدراجة وسيلة مواصلات غير مكلفة وصديقة للبيئة الدراجة وسيلة مواصلات غير مكلفة وصديقة للبيئة كما أن استخدامها يخفف من ازدحام المرور خاصة في القاهرة وتطرح الدولة مبادرة الدراجة لكل مواطن حيث توفر حكومة الدراجات بأسعار مناسبة يقول لك وسائل المواصلات الصديقة للبيئة الدراجة تعد الدراجة وسيلة مواصلات غير مكلفة وصديقة للبيئة كما أن استخدامها يخفف من ازدحام المرور خاصة في القاهرة وتطرح الدولة مبادرة الدراجة لكل مواطن حيث توفر حكومة الدراجات بأسعار مناسبة بالهدف من مبادرة مبادرة رياضية لتغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين يبا هي مبادرة رياضية لتغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين لتغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين بدلا من اعتماد مع السيارات السيارات بتضر البيئة او الانسان بثابة الانبعاثات الصادرة من عوادم السيارات اضافة الى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وبكده كنت اصلنا معكم انها الدرس النهاردة ارجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته